اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدف نناقش فيها ابعاد ودللات عقاد اولى جلسات محاكمة قيادات ورموز الانقلاب بدأت اولى جلسات المحاكمة العلنية لقادة الانقلاب الحوثي في المحكمة الجزائية المتخصصة في القضايا الجسيمة بالعاصمة المؤقتة عدن وشملت المحاكمة 32 متهم على رأسهم زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وقيادة الصف الاول في جماعته ووجهت المحكمة للمتهمين ثمان تهم بينها التخابر وتعريض امن وسلامة الجمهورية اليمنية للخطر والانقلاب على السلطات الشرعية بالاضافة الى تهمين تتعلق بالانتهاكات والاستيلاء على الاموال العامة وتأتي هذه المحاكمة بعد ان كانت الميليشيا المسيطرة على صنعاء عقدت جلسات محاكمة لمسؤولين عسكريين ومدنيين في الحكومة الشرعية واصدرت بحقهم احكاما متفاوتة من بينها الاعدام ومصادرة الممتلكات في زوايا اليوم نناقش ابعاد هذه الخطوة ودللاتها ومن الذي يمكن ان ينتج عنها من قرارات حقيقية تكون اكثر من مجرد ردود فعل نناقش ذلك وغيره مع ضيوف هذه الحلقة لكن بعد متابعة هذا التقرير بعد نصف شهر من اصدار المحكمة الجزائية المتخصصة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء احكاما باعدام 19 شخصا من قيادات الشرعية في مقدمتهم نائب الرئيس ووزير الدفاع بدأت في عدن اولى جلسات المحاكمة لقادة الانقلاب الحوثي وبحسب وكالة سبأ للانباء فان المحكمة الجزائية المتخصصة في القضايا الجسيمة بدأت اجراءات المحاكمة العلنية الاثنين وثلاثين متهما على رأسهم زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وقيادات الصف الاول من جماعته ووجهت المحكمة للمتهمين ثمانية تهم بينها التخابر لصالح دولة معادية وتعريض امن وسلامة الجمهورية اليمنية للخطر والانقلاب على السلطة الشرعية الدستورية اضافة الى تهم تتعلق بالانتهاكات والاستيلاء على الاموال العامة وبحسب مراقبين فان هذه الخطوة وان جاءت متأخرة فانها ذات ابعاد ودلالات تشير لاهمية تفعيل الجهاز القضاء خصوصا وان الميليشيا تصرفت ولا تزال كممثل حصري عن المصالح الوطنية امام شركاء دوليين وللاسف فان ثمت دولا وجهات دولية تتعاطى مع الحوثيين دون اعتبار لكونهم ميليشيا انقلابية لكن التساؤل يبقى عما يمكن ان يترتب على هذه الاجراءات وما ستفضي اليه وما يمكن ان يبنى عليه امام الهيئات الدولية التي تتعاطى مع الميليشيا بندية سياسية مقابل الشرعية المعترف بها دوليا خصوصا ما يتصل بالمرجعيات الثلاث لنقاش اوسع ينضم الينا من القاهرة وكيل وزارة العدل المحامي فيصل المجيدي مرحبا بك معنا سيد فيصل اذا ما دللات هذه الخطوة وبالتالي ما الذي يمكن ان يترتب عنها سهلا نحييكم والمشاهدين الكرام الحقيقة ان هذه القضية من ناحية قانونية بحتة هي في الاساس تم التحضير لها من اجل انفاذ القانون باعتبار ان قائمة الدفع الاولى من المتهمين وعددهم 32 قاموا بافعال خرق الدستور والانقلاب المسلح الجمهورية اليمنية والاضرار ايضا بالوطن وكذلك من خلال قيامهم بانشاء المتهم تحديدا الاول بانشاء جماعة مسلحة خلافا للقانون واطلق عليها انصار الله وهي مرتبطة بايران اضافة طبعا الى جرائم التخابر مع دولة اجنبية والاختطاف للناشطين والاربعة تحديدا المحددين في قرار مجلس الامن وتفيير المنازل وكثير من الجرائم التي تم ارتكابها اضافة الى تعطيل العمل بالدستور هناك 11 تهمة وجهت لهؤلاء المتهمين وبالتالي الدلالات هنا محاولة انفاذ القانون باعتبار ان ما تم القيام به من جرائم هو في الاساس اعتداء على النظام الجمهوري ورغبة بتغيير شكل الدولة ونظامها واستحداث النظام غريب على الدولة اليمنية من خلال استحضار النموذج الايراني وبالتالي القضية تنظر لها بهذه الطريقة امام الصدر اذا انفاذ القانون بالتالي لماذا جاءت هذه المحاكمة بعد خمس سنوات ونصف من الانقلاب هذا سؤال غاية في الاهمية الحقيقة ان الجوانب اللوجستية ومسألة تدمير المؤسسات بشكل ممنهج ومنظم من قبل ميليشيا الحوثي والاسف الشديد كان ايضا هناك تركيز للمؤسسات في العاصمة صنعاء ومن ثم فان اعادة بناء كثير من المؤسسات سواء الامنية او القضائية استدعاة بعض هذا التأخير لوجود كثير من الصعوبات اتفق تماما على ان هناك بالفعل تأخير في هذه الخطوة لكننا دائما ما نقول ان تأتي متأخرا خيرا من ان لا تأتي لكن يجب ان يفهم اليمين ان هناك امور لوجستية متعلقة بالبحث عن الدليل صحيح ان الجرائن كما يقال اصبحت تتحدث عن نفسها من خلال كثير من الشواهد لكن في نهاية الامر نحن امام قضاء وامام قانون والقاضي لا يعترف الا بالوقاع المقدم امامه لا يعترف الا بالادلة التي ستثبت ومن ثم يجب بالفعل القيام بالفيضاء القانون هل نحن بحاجة لهذه الادلة أليس ما تقوم به الميليشيا علنيا وأمام الجميع اتفق معك ولهذا قلت لك بان الشواهد كلها تتحدث لكن في نهاية الامر نحن نبتغي من هذه الخطوات بالفعل تنفيذ النصوص القانونية وإحلال العدالة وتوفير عدالة حقيقية لهؤلاء المتهمين بإثبات التهم قضائيا نعم كما ذكرت الجوانب السياسية من ناحية الوقاعة الأدلة فعلا ثابتة بل أنها كل يوم حقيقة ظاهرة أمام العيان من القيام بهذه التهم وحتى مسألة إفراق السلطة القضائية ذاتها في المناطق التي يحتلونها حاصلوا بهذا الأمر وتحويلها للأسف الشديد إلى جانب سياسي وهو ما تحاول أن تتجنبوا وحقيقة على الأقل السلطة القضائية في الحكومة الشرعية من خلال يعني إيجاد نوع من الجانب القضائي المقفول لهؤلاء المتهمين بحيث أنه يتم مراعة العدالة لهم وتوفيرها ولهذا اليوم جرى تأييد الجلسة حتى يتم إعلانهم للحضور باستباع قانون الإجراءات الجزائية فسيتم بكل تأكيد محاكمتهم كمتهمين وفارين من وجه العدالة نعم بالتالي ما الذي يفترض أن يترتب عن أي أحكام قضائية على المستوى الدولي في التعاطي السياسي مع الميليشيا خصوصا أمام الجهات والمنظمات الدولية نعم الحقيقة أن التهم التي قدم بها المتهمون هي التهم تصل عقوبتها إلى الإعدام حدا وتعزيرا باعتبار أن الاعتداء على الدستور وما ترتب على ذلك أيضا من تدمير للمنازل وسقوط ضحايا كثيرون وهذه الجرائم تترتب عليها عقوبات شديدة ومن ثم إذا ما ثبتت هذه بالشعل القضايا أمام القضاء وتم إذانة هؤلاء المتهمون سيصبحون مدانون وستصبح أمام أحكام تمثل الحقيقة ومن ثم بموجب هذه الأحكام يمكن إصدار كل القرارات التمتيبية نعم سيد فيصل إذا ما تم التركيز على السؤال في المسار السياسي والمشاورات كيف سيتم التعامل مع هذا الطرف الذي أدين من قبل المحاكم الشرعية وبالتالي هذه الأحكام هل ستنفذ ولهذا أنا أجبت لك قلت لك بأنه سيتم حقيقة بعد أن تصبح هذه الأحكام عينا للحقيقة بكل تأكيد ستقدم حتى هناك في الأساس ثلاثة من هؤلاء المتهمون وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وابو عالي حاكم وهم بالأساس يخضعون العقوبات الدولية وبالأضافة إلى القضاء الداخلي حقيقة ستكون لهذه الأحكام آثار باعتبار أن كثير من الجرائم التي يتم محاكمة بها هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبالتالي مثل هذه الإدانات حقيقة يمكن أن تنعكس من خلالها إلى أن تنطلب بالتعاطي معها كجماعة إرهابية ومن ثم فإننا لم نجد في المستقبل إذا ما تم إدانتهم ونتمسك هنا بالجوانب القضايا إذا ما تم إدانتهم بأنه لا يوجد حقيقة شريك باعتبارنا أمام يعني عصابة مسلحة قامت باختراق الدستور ومن ثم يفترض حقيقة بعد ذلك أن يتم المطالبة بتصنيفها كجماعة إرهابية مثلها مثل بقية الجماعة نعم بالنسبة للقضاة وموظفي النيابات العاملين في محاكم صنعاء ومن قاموا بإجراءات ضد رموز الشرعية ما الموقف الذي يفترض أن يتم بحقهم نعم الحقيقة المسألة ليست متعلقة بملاحقة لأشخاص معينين لكننا هنا نتحدث عن أن لدينا دستور ولدينا قانون لتنظيم السلطة القضائية سبق لمجلس القضاء وهو الجهة الشرعية الوحيدة التي يقول لها القانون أن تقوم بإجراءات تعديلات أو بإجراءات تعيينات لكن ما عقل أن ميليشيا في إطار انقلاباتها قامت بتغيير المحاكم والقضاء وبالتالي أتت بأشخاص هم في الأساس يتبعونها هم في الأساس الجناح السياسي للجماعة وعينتهم في المحاكم الجزائية الذين تصدوا حقيقة لأحكام سياسية باتة مما جعل لإجراءات القضاء لا يصدر لكن رواتب هؤلاء القضاء تأتي من العاصمة المؤقتة عدن نعم رواتب هؤلاء القضاء تأتي من العاصمة المؤقتة عدن كيف نفهم هذا سؤال جيد ولو تركتني أكمل لكن لكنت أوضحت هذه النقطة الحقيقة أن مجلس القضاء الأعلى وحقيقة بالاتفاق أيضا مع الحكومة الشرعية قام بإستار قرار بتنزيل كل المرتبات أو مرتبات القضاء الذين قاموا بالعمل مع ميليشيا الانقلاف وفقا للتعيينات التي قامت بها ومن ثم فإن مثل القضاء تحديدا في المحاكم الجزائية أو القضاء الذين يقبلون بالتعيينات القضايا لميليشيا الفوتي مجلس القضاء على أصدر قرارا بإنزال مرتباتهم وبالتالي هم لا يتقاضون شيئا بالإضافة إلى وزير العدل السلالي الانقلابي وكل القيادات التي في صنعة والتي خارجت عن قانون السلطة القضائية وخارجت عن استقلال القضاء نعم شكرا جزيلا لك فيصل أيضا علي هزازي رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية من الرياض مرحبا بك معنا سيد علي برأيك لماذا تأخرت هذه الخطوة رغم المطالبات المبكرة والمتكررة للحكومة الشرعية لعمل هذه المحاكمات منذ وقت مبكر احنا كنا نضع الجانب القضائي واحدة من الأولويات المهمة في تثبيت داعم الحكومة الشرعية والسعادة الدولة باعتبار السلطة القضائية هي الأرقم الثالث وفي إطار اتزامات الدولة أيضا بمسؤولياتها صدر القرار بإنشاء محكمة جزائية متخصصة في معرف بحيث تكون هذه المحكمة بديلا المحكمة الجزائية المتخصصة التي كانت في صنعها وبالتالي ترتب على هذا القرار تصدر في إطار صنعها أو في إطار المحكمة الجزائية في صنعها تعتبر محاكمة منعجمة باعتبارها أنها غير ذات ولاية نعم هذا بخصوص المحاكمات التي في صنعها وتقوم بها الميليشيا نعم كنت سألتك عن لماذا تأخرت هذه المحاكمة وبالتالي كيف سيتم النظر إلى وضع الانقلابيين في المسار السياسي وبالتالي وجودهم في المشاورات والحديث عن تسوية سياسية المسألة مسألة قضائية بحتة في إطار الجانب القانوني لو أخذناها من بعدها القانوني نرى أنه بحسب أيضا العريضة التي قدمت عريضة الاتهام باعتبار قيام المذكورين بعدد من الأعمال من بينها أيضا الانقلاب على السلطة الشرعية محاكمتهم على هذا العمل الغير مشروع بالتالي النيابة العامة قدمت اتهاماتها أو قدمت دعوها أمام المحكمة الجزائية وفق هذه الجرائم المرتكبة من قبل رموز صنعاء وما يسمى رموز الجماعة الحوثي والانقلابية بالنسبة لمن يتم القبض عليهم من أطباع الميليشيا من قبل قوات الجيش لما تقوم به الميليشيات من محاكمات للمدنيين ومسؤولي الدولة كيف يمكن الرد بالمثل لهؤلاء لمن وقعوا تحت قبضة الجيش والحكومة الشرعية المسألة ليست المقايضة أو المسألة ليست المعاملة بالمثل في مفهومها العام لكن المسألة تخضى لمسألة قانونية وأنت كما أثلت في بادئ الحديث أنه تأخرت كثيرا كان أولى بهذه المسألة أن تتم من أول عام بعد الإنقلاب جماعة الحوثي أو من اللحظة الأولى لهذا الإنقلاب سيد علي لو تناولناها من ناحية قانونية نعم لكن هناك من يعذب ويعذب ويحبس وتنتهب حقوقه من مسؤولي الدولة وحتى من مدنيين داخل سجون الميليشيون المسألة أن هؤلاء الذين يقاتلوا مع جماعة الحوثي لا يعتبروا أسر حرب ولكن يعتبروا متمردين يعتبروا مخالفين للقانون وبالتالي يحق للقضاء في الطبيعي أن يقدمهم للمحاكمة على ما ارتكبوا سواء جرائم قاتل سواء جرائم التمرد سواء مواجهة الدولة هذه كلها قضايا قانونية حتى وإن تأخرت كثيرا نتمنى نحن بحديث رموز الميليشيا الذين يتم القضى عليهم في الميدان نعم الرموز سواء رموز أو سواء حتى المقاتلين لا يعتبروا كما أثلقت أنهم مقاتلين أو يعتبروا أثر حرب في مفهوم القانون الدولي في حالة الصراع الداخلي يعتبروا متمردين يعتبروا في حق أيضا محاكمتهم باعتبارهم متمردين ومخالفين للقانون الوطني دستورا قانونا نعم شكرا جزيلا لك المحامي علي هزازي رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية كنت معنا من الرياض أرحب أيضا بضيفي الصحفي فتحي باللزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد مرحبا بك معنا سيد فتحي كيف تنظر لإجراءات محاكمة الانقلابيين في صنعاء في هذا الوقت أولا مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناة كريمة وضيوك للأكارب للأمانة هذه المحاكمة إلى حد كبير هي مدعاة للسخرية خصوصا أنها تأتي في مدينة تغييف فيها الدولة تغييف فيها سلطات الحكومة الشرعية يغييف فيها الرئيس ويغييف فيها رئيس الوزراء وتغييف فيها كل كل سلطات الدولة الشرعية ومن ثم نفاق هكذا دون ما مقدمات بأن المحكمة الجزائية تعقد جلسة لمحاكمات عبد الملك الحوتي وقيادات جماعة الحوتي شخصيا كنت تمنى أو أرى أنه من الواقب أن تكون أولا هو تأسيس الدولة حضور الدولة في عدن حضور أجهزة الدولة حضور الرئيس حضور الشرعية ومن ثم يمكن لأي محكمة من عدن أن تتحدث عن محاكمة المقالبين على الدولة لكن في مدينة عدن لا أوجود للحكومة فيها لا أوجود للشرعية ومن ثم نفاجأ بمحاكمة كهذه لإمانها أمر غريب وهي الأمور الغريبة التي تحدث في يمن لا تغفع المقالبين الإسادي ولا تتحدث للحكومة الشرعية وثمنا نرى أن هناك محاكمة شرعية لقلالة الإنقلاب في صناعة أمر من أغرب ما يكون والله نعم أن تأتي متأخرا خير من أن تأتي كما ذكر المحامي فيصل المجيدي قال أن أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي إلى أي مدى يمكن النظر إلى إجراءات المحاكمة وإلى أنها ضرورية الآن للإنقلابيين المحاكمة جاءت بعد خمس سنوات من الحرب تخيلي أن محاكمة كهذه تأتي بعد خمس سنوات كاملة كان يفترض لو تمت هذه المحاكمة كان يجب أن تتم إطلاع من الأشهر الأولى من الإنقلاب لكي يكون هناك توصيف قانوني حقيقي نعم من قبل أجهزة الدولة من قبل المؤسسات القضائية للإنقلاب الحوذي لقيادة الإنقلاب ثم على ضوء هذه المحاكمة على ضوء هذا التوصيف الذي أو الوصف أو ما سيمتج عن المحاكمة يمكن لاحقا ادفاع الصفاء الشرعية أو القانونية لمنفر لمنفر الإنقلاب لكن بقاء الوضع على ما هو عليه خمس سنوات ثم فجأة نرى هناك محاكمة عامة عامة بغض النظر عن كل الملاحظات الأولى التي أوردناها نحن بشكل فعلت اليمن أن تكون هناك محاكمة يقومها القضاء لقيادة الإنقلاب ومن ثم توثيق حكم القضايا ضد جماعة دمرة البلاد دمرة العباد أهلاكة الحرف والنسل دمرة المجتمع اليمني المجتمع اليمني حتى اليوم طوال خمس سنوات يدفع ضريبة مؤلمة بسبب الانتهاء الحوتي لكل الأعراف لكل القوانين لإنقلاب على الدولة بالتالي بغض نظر عن الملاحظات نحن فعلا بحاجة في ختام الأمر إلى صدور حكم قضائي يوضح حقيقة هذا الإنقلاب يوضح حجم الجرائم التي اتكبتها ميليشيا فوتي بحق اليمنين كافة ومن ثم يجب أن لا يتوقف الأمر عند المحكمة اليمنية لكن يجب أن يصعد الأمر إلى محاكمة الجناية الدولية إلى المحاكمة الدولية بإشراف أممي بتعزيز ملفات قانونية حول الانتهاكات حول الأضرار التي ستببت هذه الأشياء ومن ثم رفعها إلى المجتمع الدولي لأن وعسى المجتمع الدولي يتخذ إجراءات حقيقية ضد قادة هذا الإنقلاب الأمر الذي ربما يعز قانونيا في فرض عقوبات حقيقية تمش هذه الجماعة وتحدي نعم كنت قد تحدثت أن هذه المحاكمات مدعاة للسخرية هل تعتقد أن شرعية في يوم ما قد تقوم بنفس الخطوة تجاه الإنقلابيين في عدن حقيقة طبعا أنا أتحدث من عدن ومثل هذا السؤال ربما يكون صعب للغاية لكن عامة نحن نتحدث بشكل أوسع ونقول أنه كل من يخرج عن إطار الدولة اليمنية كل من يكتسب صفة ميليشيا سوى كان الحوثي أو غير الحوثي وأساسا لن يكلح لن يتمر أربع سنوات أو خمس سنوات من حرق نعم سيد نتفهم وضعك الحالي وأعتذر عن مقاطعتك وأشكرك جزيل الشكر فتحي باللزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد كنت معنا من عدن ورحب بضيفي أيضا المحامي عبد الرحمن برمان رئيس المركز الأمريكي للعدالة ينضم إلينا من نيويورك مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن إذن من منظور قانوني كيف يتم النظر لهذه المحاكمة بعد خمس سنوات من الانقلاب مصاق المحاكمة جاءت متأخرة بشكل كبير جدا الجرائم التي ارتكبت هي جرائم جسيمة من الجرائم ذات الخطرة العامة التي تشكل تهديد على المجتمع وأن المجتمع تشكل ترويغ للدولة وانتهت فيادتها وتدمير كل مقومة الدولة فكان من هذه الجرائم من الجرائم الجسيمة ذات الخطرة العامة التي يتبادل فيها نيابة العامة كبير وتنظر فيها المحاكم في الصورة عاجلة لكن للأسف الشديد ظلت هذه القضية غائبة عن الإطار القضائي وظل يتعامل معها الحكومة الشرية يتعامل معها إما بالتعامل السياسي بالمقاوضات أو التعامل العسكري في الميادين وظل القضاء والقانون والدستور مغيب حتى فوجينا يوم عمسة أو اليوم تقريبا لنفارق لوحتي عندنا تفوجينا بالمحاكمة يعني هكذا دون أي مقدمة هناك أيضا شكالية قانونية لديها بسرط على علاقة تفضل القرار بنقل المحاكمة إلى مدينة عدن وإعتبار أن الجريمة التي حلثت مركزيا هي في صراع العاصمة الرئيسية للبلاد وإيضا نظر الإنقلاب مجرد المحكمة المخطصة هي محكم سباحة بنصنعة وقد نقل المجل القضال على المحكمة الجزائية المخصص وتجماد وأيضا يقول أي قضية في حالما إذا رأى أنه هناك عدد الإمكانية التحقيقها في أي مكان أن يقول ها إلى المحافظة لا أدري هل تفضل هذه الإجراءات لكن بشكل عام الخطلة جاءت متأخرة بشكل كبير بالتالي هل نحن بحاجة لمثل هذه الإجراءات القانونية تتخذ بحق الإنقلابيين داخل عدن الإشكالي أنا أتفق كثير على نظر هذه أنه العدن هي خارج إطار الدولة ومؤسسات الموجودة لا تخضع بشكل كبير يعني إلى أحد من كبير جدا ربما يكون مثلا الناير بالعام يتبع الشرعي وكذا لكن لن تكون هناك حرية كاملة في عملية جراءات المحاكمة وربما يكون هناك أيضا تدخلات لأنه هناك ميليشيات هي تخشى على نفسها أن يصل بهذا الأمر إلى حاكمات لأنه نفس الإشكال الإنقلابين موجودين في صناعهم موجودين أفسهم في عدد تجد أنه ستكون هناك عرقين ربما يكون ضغطة على القوار كما لا نرى محاكمة تشرف القضاء اليمني بجراءاتها الصحيحة بجراءاتها القضائية يعني استمع فيها إلى كل إلى فيها كامل يسمح بها الوسائل الإعلام بضغطتها هذا الذي يعني يقول هناك أيضا المسؤولين والجلونيين تعينهم المحكمة التنجيل الحقيقي مثل المتهمين حتى تكون كافة صحيحة هناك العديد أو الألاف من المسؤولين والمدنيين يقبعون داخل سجون الميليشيا ويتم بحقهم انتهاكات جسيمة بالتالي من يتم القبض عليه أو يقع تحت قبضة الجيش الوطني والحكومة الشرعية كيف ستتم التعامل معه وهل ستتم حكمته بنفس الطريقة التي يحاكم بها مسؤول الدولة الذين يقعون في سجون الميليشيا يعني في قضية المتقلم هي قضية إنسانية قانونية حقوقية نسعى دوم في تلافات أطلقنا حملة عالمية من أجل أطلق المعتقلين خصوصا في هذا الوقت الحاج الذي يحدد في السجون نعم ونحن نتمنى أن تجيب كل الأطراف وتطلق المعتقلين المتاج لها لكن من ناحية القانونية كلما عضاء الميليشيا تم انقبض عليهم هم يعتبروا عصابة مسلحة خرجت عن الدولة وعن سيطرة الدولة وأيضا الكثير منهم ينتمون إلى السلك العسكرية يحاكم وفق للجاعة العسكرية إجراءة عجلة وارتكبهم جرائم جسية لتصل عقوبة إلى الإيدام نعم إذا ما تحدثنا عن الأدلة اللوجستية المطلوبة المطلوب توفرها لدى المحكمة لإنفاذ هذه الأحكام كان قد أشر إليها المحامي فيصل المجيدي ما هي هذه الأدلة ولا يكفي ما حصل على الساحة اليمانية من أدلة وإثبات لتورط هذه الجماعة وبالتالي استحقاق ما سينتج عن هذه المحاكمات من أحكام هو بالضبط للجوانين سواء كان القانون اليمانين كل قوانين العالم إن القاضي لا يقضي بعلمه العلمة حتى لو رأى يعني لو عاركة جريمة وتأكد منها خارج إطار المحكمة هو لا يقضي بها يجب أن يستعيل الأدلة في قارة المحكمة ويستعيل كل الإجراءة وأنه شخص يقاتي من مكان غريب لا يعرف من الذي حدث حتى تكون هناك إجراءات عادلة لذي يقضي بما يعلم إليهما وسائل الإعلام ويجب أن يكون هناك إجراءات قضائية عادلة حتى نسعي لتأسيس الدولة المدنية التي يكون فيها قضاء مستقل وقضاء نزيل نكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا لك عبد المحام عبد الرحمن برمان كنت معنا من نيويورك رئيس المركز الأمريكي للعدالة كما أشكر ضيفي الصحفي فتحي باللزرق رئيس تحرير موقع عدن الغد كان معنا من عدن أيضا من القاهرة وكيل وزارة العدل المحام فيصل المجيدي وأيضا ضيفنا من الرياض رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية المحام علي الهزازي شكرا لكم متابعين على حسن المتابعة تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة ودعطة كما هي لكم من الزملاء في الكنترول في أمان الله اشتركوا في القناة